شواء؟ وين راحت؟ هيكة أنها طلعت تعا ندور يلا تعاوا من هون يلا بوشان شفت ريفتي وين راحت شي عمد إلا ما ردت علي وقودان كمان ما عم بترد بالأول قودان اختفت وهلأ بنتي اختفت مثل إختها هديك مع أني نبهت عليهم اتنيناتهم أنوا ما يتركوا العرس كرما لنضل كلاياتنا مع بعض هاي قودان اللي نزعتها لبنتي دائماً أنت بتكبري كل القصص كوشاليا جهزتي حالك بس ما تركتين يجهزوا حالهم على راحتهم مثلك معقولة تطلعي أنت أحلى منهم بهذا العمر؟ طيب أنا بدي دور عليهم هلأ لكن بس نلاقيهم يعني لو سمحتي خلينا كلنا نرجع على بيتنا دغري أه؟ هلأ أفهمت هي بتظل تقول مثل ما أنت بتقول من لما أجينا لهون وانت كل شوي بتقلي بدك تروح بدك تروح هلأ بالأول أنت لقي البنات لأنه التنتين منبينين وبس تلاقي البنات فوراً جيبهم على العرس بتلاقيني هون بس أنا بوشان سمعني إذا عرفت أنه رجعوا على البيت بل أنا وما ردوا علي وقت لا تزعلها؟ أكيد ما راحوا على البيت طولي بالك شوي كوشاليا أنا رح تدور عليهم هلأ كوشاليا بنتي؟ شو إنتي جاهزة؟ إي إي أكيد وين قدان؟ ليش ما ننبيني هي وريفتي؟ ما بعرف وين بيكونوا هلأ هم يزبطوا مكياجهم صح؟ إي لكان لكان بس هنين يخلصوا بيجهزوا جيبيهم وتعلي إي إي بس يخلصوا رح نيجي كلياتنا مع بعض لهون نيحكو شاليا؟ إذا كوشاليا ما كانت موجودة بالعرس وبظن إنه ابني رح يزعل لا رح نيجي إنتي ما بتحكي إلا الصح عن إي شي أصلا ما رح يتزوج أبدا بدون بنتي جودان هاد العرس ورقة رابحة بالنسبة إلي بس ورحتها لجودان لك ورحتهاي ألو إي مدام البنت اختفيت نحنا فتشنا بكل محل بس ما لقيناها جودان هربت من الدهر وهذا بيعني إنه هي رح تجي دغري على العرس لحتى تخرب كل شي أسألك سؤال أنا هلأ بدي أتزوج لحقق لك ومنيتك أنت ولح تحقق آخر وصية لآن ترا قبل ما تموت ليش مالك مبسوطة؟ ومن الصبح الحزن بعيونك وبيوشك كمان لا أنا ما فيني شي معقول يعني بعرسك ما كون سعيدة ومبسوطة من كل قلبي يا ابني بس أنت بتعرفي منيح أني بحب أنترا وما حدا بياخد محلة بقلبي لو لا رسالة أنترا أكيد رح ترفض أنه تتزوج أي بنت تانية غيرها أنا بعرف منك بس ابني أنت ملازم تعمل أي شغلة من دون نفس وخاصة الموضوع العرس والزواج لأنه رح يأثر بحياتك حلو أنك رح تتزوج هلأ من جودان لأنه هي الوحيدة عفواً ابني ما عم أقدر إني أتخيلك مع بنت تانية غيرها جودان رح تخلي قلبك يدر وتخليك مستقر بكل حياتك مثل ما كانت أنترا تعمل وشو تمنيت إنه هلأ هي اللي تكون بخيمة العرس معك بدل ما تكون شويتة يا أكشت وشو تمنيت إنه هلأ هي اللي تكون بخيمة العرس معك بدل ما تكون شويتة يا أكشت تعي يا بنت عن جد أنت ما بتستحي أبداً ولا عندك شوية مسؤولية أنت ما بتحترمي حالك ولا هو شوي بدك تنزعي العرس فأورام تطلعي من هون هيك بيكون أحسن للكل فهمت شو قلت؟ أنا فهماني كتير منيح شو قلتي ورح روح كمان بس هلأ كتير مهم فوت لجوة لأنه حياة أختي الأحسن إنك تجي على العرس يا قدان ولا تتأخري ما ضل عندك وقت كتير لكي ما بقدر أقول شي بس أنا عن جد لازم ما أروح هلأ أو ضل شوي هون يلي بيسمعك بيقول حاملها من العالم كله على كتافك قدان نحنا ما رح نصدقك بأي شي بتحكي يا جماعة بس تاني أنت لازم تطلعي برات البيت يلا لأشوف ولازم تضلي بعيدة عن العريس والعروس عم تفهمي علي إزي بتريدو يا بناد لا أرجعي لك شماية خليني بعدي بعد يزير بس عن جد أنا لازم روحي ميكو إزي بتريدو ارجعي لأورا أسفة بس ما فيني أشرح لكم شي أسفة لك وافي تربوني وروحوا مسكوا هالبنة أنا بوارجيكي يا جودان امشي لك شماية معي وقفوا أنا مو قلت لكم مئة مرة من قبل إنه قبل ما تعملوا شي يستخد معاقلكون شوي مو هي دفشتنا كلياتنا لحتى تفوت لهنيك بس يا ملا درياني إنا إز عملت أي حركة جوات العرس هلأ وقتها آجي بدو يقلعها على الأكيد وهي قدان هي اللي رح تكون حفرة حفرة لحالة لحتى توقع فيها أختي يا أختي أنت هون أختي أنت هون ردي علي قولي وينك أختي شبكي يا قدان؟ أنت عم تدوري على أختي إلا تقلعي طيب اسمعيني مني أنا هلأ بدي ساعدك يا قدان طلعي على الأرض عندك رح تلاقي شاله وأساوره أختي؟ أختي؟ وينك أنت؟ شو بدك مني يقول؟ إذا أنت بتنزيلها أختي وأتا بورشيك شو بعمل فيك؟ ألو؟ أنت متشامة كتير يا قدان ليش متخيلة أنه أنا مجرم؟ ليش مفترضة أنه أختك ما يتحدى؟